موسيقى البعثة الاممية تنفي وجود وثيقة اتفاق بين المدنين والعسكريين وتساؤلات على ماذا يتفاوض السودانيون بعد تحرير سعر الجنيه افراجات جمركية لمستلزمات الانتاج بهدف توفير السلع في السوق المصري وفي مصر ايضا الاخوان تحيي لجانها النوعية والهدف خلق الفوضى موسيقى اهلا بكم البداية من السودان فبعد انباء عن وضع البعثة الاممية وثيقة نهائية للحل والتفاق بين المكون العسكري والمدني خارج الناطق الرسمي باسم بعثة يونيت تامس فلورانس مارشال نفيا تلك الانباء المتحدث الاممي قال في تصريحات للحدث ان الحديث عن وثيقة من الامم المتحدة يوقع عليها المدنيون والعسكريون هو امر غير صحيح مشددا على ان الحل بيد السودانين انفسهم وليس الاطراف الاخرى التي تعملوا على تسهيل العملية السياسية في اشارة الى الالية الثلاثية المتحدث الاممي قال ايضا ان يونيت تامس والاتحاد الافريقي والايجاد يعملون على مدار اليوم على الاطراف السودانية للوصول الى تفاهم واسع يفضي الى حل للازمة اشتركوا في القناة تصريحات المتحدث باسم يونيت تامس جاءت مفاجئة وتثير تساؤلات عن سير المفاوضات بين المكونين المدني والعسكري هل تبعثوا على التفاؤل هل هناك ما يشير الى حل قريب الحديث عن التسويات وحكومة التسوية المقترحة والاسماء المرشحة هل كل هذا مطروح وتجري مناقشته والتفاوض عليه ام لا خلال الساعات الماضية كانت مصادر سودانية متطابقات تتحدث عن وثيقة نهائية مقدمة من الامم المتحدة للاتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير خلال الاسبوعين المقبلين للتوقيع عليها عقب عودة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان من قمة المناخ في شرم الشيخ حسب هذه المصادر فان هذا الاتفاق يستند لوثيقة دستورية اصدرتها اللجنة التيسيرية المحامين وسيؤكد على تشكيل حكومة مدنية كاملة خالصت الصلاحيات الا ان شخصيات من قوى الحرية وتغيير المجلس المركزي نفت ما اشيع انتفاق وشيك بين المدنيين والمكون العسكري وهو النفي الذي اكده اليوم متحدث يوني تامس السؤال الاكثر تعقيدا بعد تفاؤل كان يهون بعض الشيء واقعا سيئا يعيشه السودان هل تعيدنا تصريحات المتحدث الاممي الى المربع الصفر ام ان هناك مبررات لهذا النفي والامور تسير نحو اتفاق ما اشتركوا في القناة من الخرطوم ينضم الينا نور الدين بابكر المتحدث باسم المؤتمر السوداني والقيادة في قوى الحرية والتغيير وكذلك من الخرطوم ينضم الينا المحلل العسكري والاستراتيجي الفريق فتح الرحمن محيد دين مرحبا بكم ابدأ من عندك استاذ نور لأسأل النفي الذي جاء على سان البعثة الاممية في اي طر يمكن وضع ذلك التصريح هل بالفعل تمت شيء يعمل عليه بين المكون المدني والعسكريين واقصد المكون المدني قوى الحرية والتغيير هذا السؤال طرحناه كثيرا وكثيرا وكثيرا قوى الحرية وتغيير نفت اليوم النفي يأتي كذلك على سان البعثة الاممية مساء الخير عليك كل المشاهدين حقيقة الازمة في سودان وصلت لطريق مزدود بعد إجراءات وانقلاب 25 اكتوبر طيلة العام لم تشهد اي اختراق بين الطرفين ما زالت السلطة العسكرية ممسكة بزوام الأمور في سودان كذلك ما زال الشعب السوداني وجماهير السورة ترفض هذا الانقلاب وتدعو الى انهائي واستعاية المساء المدني الديمقراطي حقيقة ما حدث مؤخرا هو انه قبول المكون العسكري بانه تكون الوثيقة الدستورية المطروحة من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هي اساس للنقابة من الاطراف المختلفة هذا هو الاختراق الوحيد في المشهد قوى الحرية والتقيير دفعت بهذه الوثيقة مع قوى اخرى مهنية ومدنية وقوى ثياسية اخرى الآن تجري مشاورات عديدة بين هذه القوى لاستكمال النقاش حول هذه الوثيقة ثم هناك مشروع اعلان ثياسي فيتم التوقيع عليه في مقبل الايام يحدد بوضوح مهام الفترة الانتقالية واشكال المؤسسة السلطة الانتقالية ومن هم الاطراف الذين سيعملون على تشكيل هذه المؤسسات طارعنا من الآلية الثلاثية ان هناك ملاحظات للمكونة العسكرية على الوثيقة السياسية نحن في قوى الحرية والتقيير وبقية الاطراف لم نستلم إلى هذه اللحظة هذه الملاحظات ولكن نعتقد انه اذا كانت هذه الملاحظات هي ملاحظات غير جوهرية يمكن النقاش حولها للوصول إلى اتفاق ينهي الانقلاب ويستعيد المثال المدني الدموغراطي أيضا يأتي التصريح الآلية في هذا الاطار أنه ما دال هناك مبكرا الحديث عن اتفاق ثياسي هناك مشاورات تمضي في الطريق ولكن يعني بين من ومن هذه المشاورات بالنياحة والوصول إلى بين من ومن هذه المشاورات الآن هذه المشاورات في جانب المدني ما بين قوى الثورة حتى يتم استكمال هذه المهام التي تحدثت عنها يعني المسودة الآخيرة لمشروع الدستور الانتقالي ثم إعلان سياثي توقع عليه قوى الثورة المختلفة هناك كما ذكرت ملاحظات من المكون العسكري على هذا المشروع سنتطلع عليها ثم إذا كما ذكرت لم تكن جوهرية سيكون هناك نقاش حول هذه النقاط حتى يتم الوصول إلى اتفاق ينهي الإنقلاب ويستعيد المثال للمدنة الدموقراطية مرة أخرى في السودان سأعود إليك أستاذ نور الدين سيادة الفريق التصريح الذي أتى على لسان المتحدث باسم يونيت تامز هل هو مفاجئ بالنسبة للأوساط السودانية بأنه ما من وثيقة رعاه الأمم المتحدة ما بين الطرفين المكون العسكري وكذلك القوى الحرية والتغيير لا 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 أنا لا أعتقد أن هناك أي مفاجأة ولا توجد أي وسيقة من البحثة الأممية البحثة الأممية تسلمت كل الوسائق والأطروحات لحل الأزمة التي تقدمت بها الكينات السياسية المختلفة الرؤية واضحة جدا الشيء الذي أؤكد عليه أن المكون العسكري لم يوافق على أن تكون الوسيقة التي أصدرتها لجنة تسهيل نغابة المحامين هي الأساس لما تبقى من الفترة الانتقالية وكوان العسكري يقول أنها طرح مثلها مثل بقية الأطروحات التي قدمت من كل الكينات السياسية الموجودة في الساحة كل هذه الوسائق سلمت للألية السلاسية واجب الألية السلاسية أن توحد بين هذه الأطروحات كلها في رؤية واحدة تمضي بها الفترة الانتقالية إلى الأمام تجلس القوة السياسية كلها على مائدة واحدة ويتوافق على حد أدنى يمضي به إلى الأمام ولكن الشيء الذي يدعو للتفاول خلال الفترة السابقة أن هناك بعض مكونات الحرية والتغيير غدمت بعض التنازلات وافقت على أن تجلس مع بغية القوة من أجل الخروج من هذه الأزمة معظم القوة السياسية أصلا تدعو إلى الوفاق وتدعو إلى أن نتراضى على حد أدنى نمضي به إلى الأمام جزء من مكونات الحرية والتغيير الآن أنا أعتقد أنها ستجلس مع بغية القوة أنها تتم الدعوة من الآلية السلاسية لذلك التأخير كله للأسف من الآلية السلاسية وأنا أعتقد المبعوث الأممي بالتحديد هو سبب كل هذا التأخير لأنه واضح أن الرجل لديه أجندة خاصة يريد أن يمررها من خلال هذه الأزمة وهذا هو سبب التعقيد وسبب هذا التأخير لكن كان يجب عليه أن يدعو القوة السياسية الآن الوقت مناسب جدا معظم القوة السياسية عندها القابلية في أن تقدم تنازلات حتى تخرج البلاد من هذه الأزمة ولكن المبعوث الأممي لديه بعض الأجندات التي يزعب تمريرها هذا هو سبب التأخير طيب سيادة الفريق لن أسألك عن الأطراف التي قدمت التنازلات كما تتحدث أنت منذ فترة ذات العبارة ولكن الطرف الآخر هو من سيجيب أستاذ نور الفريق محدين يقول بأن ثمت أطراف من قوة الحرية أو التغيير أو شخصيات على الأقل قدمت تنازلات من أجل الجلوس مع الآخرين تستطيع أن تضعنا بصورة ما يجري داخل قوة الحرية أو التغيير طبعا هذا الحديث غير صحيح قوة الحرية أو التغيير منذ اليوم الأول تحدث أن هي لن تنضي في اتفاق ثنائي مع المكون العسكري بالتالي وجهة قوة الحرية أو التغيير هي توثيع قاعدة المشاركة وشمول الحل السياسي وفي هذا الإطار نعني بقية قوة السورة خارج قوة الحرية والتغيير قوة الحرية والتغيير حدثت أطراف العملية السياسية بهم قوة الحرية والتغيير لجعلة المقاومة المهنيين والمدنيين والقوة السياسية خارج الحرية والتغيير وأطراف العملية السياسية لا يوجد جديد أو تنازل تفضل أستاذ نور الدين تفضل الهواء لك واسأل الفريق محيد دين عن الأطراف التي قدمت تنازلات ألست متحمسا لتعرف هذه الشخصيات؟ تفضل أستاذ نور الدين بالتأكيد هذا الحديث غير صحيح أو غير دقيق توجه بالسؤال توجه بالسؤال أستاذ نور الدين كي لا نبقى في هذه الخانة دائما هناك تصريحات من الذين يوالون العسكر ومن قوى الحرية والتغير اطرح لك الفرصة أن تطرح السؤال على الفريق أستاذ السؤال الواضح السؤال الواضح التي تعدت الفريق من هي هذه الأطراف التي تنازلت قوى الحرية والتغير وجلتت عنها أو الأطراف التي كانت تحدثت منذ البداية أنها ليست طرف من أحل السياسي والآن هي أصبحت طرف من أحل السياسي اتفضل سيادة الفريق أنا أعتقد أن هناك لجنة منبثغة من مركزية الحرية والتغير كلفت بالتواصل مع المكوين العسكري وجلست وفيها الواسغة البرير فيها بابكر فيصل فيها طهة وثمان وهؤلاء جلسوا وقدموا رؤيتهم في أن يمكن أن يتوافقوا مع بغية القوة هم كانوا يصرون على الوسيقى التي تقدمت بها تسيرية المحامين ولكن المكوين العسكري أصر على أنها يعني هو لا يرفضها ولكن يقول أنها مثلها مثل بقية الوسائق المطروحة في الساحة يجب أن لا نتجاهل أي طرح من هذه القوة من هي هذه القوة يا سعدت الفريق؟ من هي هذه القوة؟ الحرية والتغيير الوفاق الوطني لديهم رؤية الأحزاب التي كانت مشاركة حكم البشير وصغطت معه واتت إلى حكم البشير باتفاقيات سلام يغودها السيسي هذه أيضا لديها طروحة مبارك الفاضل مع المجموعات حزبية أخرى أيضا لديهم طرح هذه كلها مبادرات مطروحة وموجودة في الساحة يجب أن تستصحب جميعها ضمن الرؤية الكلية لكيف تمضي الفترة الانتقالية لأمام أنا أؤكد لك يا سيدي سبب التفاول أن هناك الآن انغسام صحيح الحرية والتغيير لا تريد أن تحترف بذلك لكن مركزية الحرية والتغيير الآن داخلية فيها انغسام في انغسام فيما بين مكوناتها منهم من يرضى أن يمضي في هذا الاتجاه ومنهم من يرفض هذا الاتجاه لكن ليس في إطار حلسناي صحيح لا يوجد أي اتفاق سناي هو انقسام بالقوة يعني تصرحون دائما قوى الحرية والتغيير تقول بأن هناك لعب على هذا الموضوع الآن من أجل شخص لا أبدا لو سمحت تصريحات قوى الحرية والتغيير اسمح لي لو سمحت تصريحات رئيس حزب اللمه فضل الله برما يؤكد لو سمحت تصريحات فضل الله برما يؤكد أن هناك جزء من مكوناتهم ماضي مع هذا التوافق لكن هناك حزب البحث يرفض تماما أي تفاوض مع أي مكونات الموجودة خارج مركزية الحرية والتغيير أستاذ نور الدين بابكر سمعت الفريق تحدث عن الشخصيات دعا ويصر على قضية أنه ثمت شقاق داخل قوى الحرية والتغيير طبعا أنا أعتقد أنه طبعا هو دامنية الانقلابين ومن ينتظر انقثام داخل الحرية والتغيير سينتظر كثيرا قوى الحرية والتغيير أكثر توحدا حول رؤية الحرية والتغيير وأجهزة الحرية والتغيير التنفيذية ومجلسها المركزي كلها تعمل وفق خطة واحدة ووجهة واحدة في كيفية إنهاء الانقلاب بالطريقة التي تحدثنا عنها ثابقا بالتالي أعتقد أن هذا ما يروج له الانقلابيين وما يروج له الذين يريدون تقسيم المدنيين على أسس لإضعاف الجبهة المدنية ثم الحديث عن مبادرات كثيرة مثل الطيب الجيد ومبارك الفاضل لإغراق المشهد المدني هؤلاء ليسوا قوى الثورة نحن نتحدث عن أن نحن مفتحين على كل قوى الثورة حتى تكون جزء من هذا الحل السياسي وبالتالي هناك قوى ليست قوى الثورة وليست لديها أي مواقف واضحة من ثورة ديسمبر المجيدة ولا حتى الانقلاب وأيضا هناك أجثام بكل وضوح ضعمت هذا الانقلاب وهي صنيعاته وبالتالي لا يمكن أن تكون أنت جزء من الأزمة وجزء من الحل أنا أقرر وأعيد على سعادة الفريق أنه لا يوجد انقسام في الحرية والتغيير وأننا معظوم موحدين في طريق إنهاء الانقلاب واستعادة المسار المدني البيمقراطي تتفضلان بالبقاء معنا تفضل تفضل سيادة الفريق تفضل تفضل أنا بس أعجز أذكر ضيفك الكريم أنه صديق اسماعيل من حزب الأمة بالأمس فقط كان يتحدث أن الانقلاب هذا انتهى في نوفمبر من العام الماضي عندما توافق دكتور عبدالله حمدوك مع الغايدة العام للقوات المسلحة فهؤلاء يتحدثون عن انهاء الانقلاب بعد عام من نهاية الانقلاب الذي حدث في نوفمبر من العام الماضي لا يوجد هناك انقلاب ولا يوجد شيء اسمه انهاء الانقلاب أنا أؤكد لك أن الفترة القريبة القادمة إذا كانت الأقلية السلاسية هذه ستمضي بالحلول إلى الأمام ستمضي وإن لم تمضي أنا أعتقد أن الوقت ينفد وعلى غيادة البلاد أن تتخص غرار في تشكيل حكومة وطنية مستغلة من كفاءات وتمضي بالفترة الانتغالية إلى الأمام وتترك الأحزاب السياسية في تشاكسها هذا تتشاكس حتى تتوافق على تكملة بغيط هيكل الفترة الانتغالية لكن يجب تسمية رئيس وزراء خلال الأيام الغليلة الغادمة يجب أن يتم هذا الإجراء طيب ستبقيا معنا وأعود إليكما بعد قليل الفريق موحي الدين وكذلك الأستاذ نور الدين بابكر افتتحت أو اقتحمت مجموعة من افتتحت مجموعة من نقابة المحامين المحسوبة على نظام الأخوان المعزول اقتحمت دار المحامين بالخرطوم عقب صدور قرار من لجنة استئنافات لجنة إزالة التمكين بإلغاء القرار القاضي بحلها وشهدت دار المحامين مشادات وهتافات مناوئة من قبل أعضاء وقواعد اللجنة التسييرية وأنصار النقابة القديمة والتي توعدت بإسقاط مشروع الدستور الانتقالي بحسب ما ذكر متحدث باسمهم والجدير بالذكر أن نقابة السابقة بقيادة النقيب عثمان الشريف قد حلتها لجنة إزالة التمكين في العام 2019 بعد الثورة وتم تشكيل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين نتاج المشاورات بين لجنة التمكين ومجموعات من المحامين نستطلع من زميلة لينا يعقوب مراسلة الحدث من الخرطوم تنضم إلينا تفاصيل ما جرأ اليوم في نقابة المحامين مرحبا بك يا لينا مساء الخير عليك خسين اليوم طبعا شهد دار المحامين مشادات وختافات مناوئة من قبل أعضاء اللجنة التسييرية لنقابة التسييرية للمحامين ونحن نعلم أنها لجنة تعتبر اللجنة التسييرية للمحامين أنها محشوبة على النظام السابق مع أنصار النقابة القديمة هذه المشاهدات كانت المشاهدات كانت اليوم بعد عقد مؤتمرين صحفيين في دار المحامين طبعا هذه المشاهدات تحولت بصورة لاحقة في نساء هذا اليوم إلى اشتباكات حينما تم إلقاء عبوات الغازة المسين للدموع وإطلاق قناة الصوتية على دار المحامين طبعا بحسب شهود عيان أن المحامين المحسوبين على النظام السادق غادروا دار المحامين وأن هناك بعض الأفراد كانوا على عربة نزلوا وقاموا بقدف الدار بهذا الغازة المسين للدموع الأمر الذي جعل محامو الطوارئ يصدرون بيانا صحفيا وصالبون فيه بحماية هذا الدار ونحن نعلم الآن أن هناك نزاع ما بين اللجنة التيتيرية لنقابة المحامين مع النقابة المحلولة والتي تعتبر اللجنة أنها محسوبة طبعا على النظام السابق طبعا هذا تطور أيضا حسين في هذا المشهد يعتبر أنه تطور أيضا خطير لأنه الآن فيه أخذ للحق بالقوة كل لجنة تحاول أن تأخذ الدار بالقوة الأمر الذي أدى أن تأتي السلطة إلى دار المحامين وبعد نقاشات مع الموجودين من اللجنة التيتيرية تم الاتفاق على عقد اجتماع في التاسع من الصباح الغد وهذا يصير بصورة واضحة ما علاقة يا لينا إذا سمحت لي من خلال متابعتك ومن خلال التصريحات ومن خلال اتصالاتك ما علاقة هذا الاقتحام بمسودة الدستور التي تقدمت بها النقابة نحن نعلم حسين أن الآن هناك شارع آخر تشد له الأحزاب السياسية التي تعتبر بعضها محسوبة على النظام السابق طبعا هذه المظاهرات تذهب أمام بعثة يونيتارس وتطالب بمنع التدخلات الأجنبية في شؤون البلاد كما ترفع وتطالب بطرد رئيس البعثة فولكر بيرتس من السودان هذا الأمر يشير إلى أن هناك غضب من هذا الشارع أو من هذه الأحزاب السياسية على ما تعتبره اتفاق صنائي بين المكون العسكري والمجلس المركزي للفرية والتغيير والذي أيضا من خلال التسريبات فيه تبني لهذا الدستور والدستور الآن المعد فيه إجماع وتوافق من قوى سياسية كبيرة وكثيرة كما لاحظنا وهناك أيضا قبول من بعض المجتمع الدولي لهذا الدستور وهذا الأمر أيضا أدى حسين إلى أن تتفاعد الكلافات على الجانب الآخر وتانت هناك اليوم أيضا وقفة احتجاجية من أمام بعثة يونيتارس وهذا محاولة أيضا لرفض هذا الدستور التي توفقت عليه القوى السياسية من بينها طبعا مجلس المركزي للفرية والتغيير ومحاولة اقتحام دار المحامين بالقوة وإطلاق الغاز المسيل للدموع على الموجودين أيضا يشير إلى تطور ميداني خطير هذه المرة أشكرك زميلتي لينا يعقوب مراسلة الحدث كنت معي من العاصمة الخرطوم التي يبقى معي منها نور الدين بابكر المتحدث باسم المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير وكذلك المحل العسكري والاستراتيجي الفريق فتح الرحمن موحدين مرحبا بكم مجددا أستاذ نور ما طبيعة هذه الاقتحامات وما علاقتها بمسودة الدستور التي خرجت من نقابة المحامين طيب طبعا في البداية نحن ندين هذا السلوك البربري والهمجي والذي يعني ظل يمارسه منسوبي النظام الثابع طبعا هذا الاستهداف لهذه اللجنة يأتي في إطار تقديمها لمسودة المشروع الدستور الانتقالي ويأتي في إطار استهداف لجنة إدارة التمكين هم يريدون أن يعيدون عجلة التاريخ للوراء وبالتالي يعمل النظام الثابع على قضع الطريق أمام كل المبادرات لإيجاد حل سياسي ينهي الانقلاب لأن عودة الحكم المدني الديمقراطي مرة أخرى يشكل تهديد مباشر لأنه ستعود معه لجنة إدارة تفكيك التمكين ستعود معه الحياة السياسية كما كان في الفترة الانتقالية بالتالي هذا السلوك البربري الهمجي قاموا به من ثومي النظام الثابع أسف الشديد هذا السلوك أمام أنظر وعينا الأجهزة الشرطية والأمنية التي لم تدخل إلا بعد ثاعات طويلة من العنف والاقتحام وضرب المحامين أعتقد أن هذا الانقلاب له علاقة أستاذ نوردين تستطيع أن تجيبني بشكل مباشر؟ له علاقة هذا الاقتحام بمسألة المسودة؟ بالتأكيد له علاقة حتى القرار نفسه الذي حل هذه اللجنة وعاد النقابة هذا تحرك لمنسوبي النظام السابق يريدون أن يقطعوا الطريق أمام هذه المبادرة لأنهم تحسسوا خطر هذه المبادرة وأثرها على وجودهم الذي يريدون أن يعيدون به نفسهم إلى موساذ السلطة مرة أخرى نحن نعتقد أن هذا الإجراء الذي قامت به المحكمة هو إجراء باطل وثيقوم المحامين أعتقد يوم غدا بإجراءات قانونية واستينافات وسنواصل التزايد والدعم للجنة التسليلية لنقابة المحامين وأعتقد أن هذه المحاولة هي محاولة يائسة أخرى لأن هذا الدستور لم يعد دستور للجنة التسليلية لنقابة المحامين سيادة الفريق إذا سمحت سادة موردين سعودي لك سيادة الفريق لماذا تأخرى تدخل السلطات كبيرة ويجي الدعم دولي كبير فيما جرى اليوم أمام دار المحامين يا سيد حسين للأسف لا تقرير الأستاذ ألينا دقيق ولا رد الأخ ضيفك دقيق الذي حدث أن لجنة المحامين تم حلها في العام 2019 من خلال لجنة إزالة التمكين تقدمت باستيناف وهذا الاستيناف نظر فيه وصدر غرار من المحكمة اليوم بعادة ما الذي قالته لينا سيادة الفريق؟ ما الذي قالته لينا وهو غير دقيق؟ لينا غالت أن هناك لجنة المحامين كان محلولة من لجنة إزالة التمكين اختحمت الدار بالغرب وهذا غير صحيح الصحيح أن هناك صدر غرار من المحكمة بعادة لجنة المحامين هي وصفت هي نقلت الصورة سيادة الفريق هي نقلت الصورة لينا لا أبدا نقلها كان غير دقيق وكان منحاز للطرف الآخر سنعاود الاتصال بلينا وأنت موجود معنا سنعاود الاتصال بلينا سيادة الفريق ريثما توضح لي سنعاود الاتصال بلينا الآن الزملاء سيتصلون بلينا ونعرف ما نقلته لينا على وجه التحديد الآن هي نقلت الصورة لا أبدا نقلها غير دقيق الحصل أن هناك غرار من المحكمة بعادة لجنة المحامين التي كانت منتخبة التي حلت في 2019 وبالتالي من الطبيعة تأتي وتدخل إلى الدار وليس هذا اختحام الاختحام تم من التسيرية التي صغطت بهذا الغرار كان يجب عليهم وهم الذين يحمون الغانون للأسف كان يجب عليهم أن يسهبوا إلى الغضاء ويستأنفوا غرار المحكمة ولكنهم أرادوا أن يأخذوا حقهم بالقوة هم الذين أحدثوا الفوضى في الدار ما الذي جرى أستاذ نور الدين لجنة المحامين لجنة المحامين كانت ستعقد مؤتمر صحفي لكن أعادوا ويهتفوا ويرفضوا اسمح لي سيادة الفريق اسمح لي سيادة الفريق لا يجب على الغضاء ولا يجبه المحامة اسمح لي سيادة الفريق زميلتي لينا الآن معنا على الهواء مباشر مراسلة الحدث من الخرطوم لينا مرحبا بك مجددا اضطررنا الاتصال بك الفريق يقول ما نقلته لينا غير دقيق وأنا قلت له بأن ما نقلته لينا هو توصيف للحالة كما تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي في السودان بأنه ثمت مجموعة اقتحمت الدار وهي نقلت هذا الخبر تعيد لنا ما الذي جرى يلينا بشكل سريع نعم حسين أنا استمعت للفريق قطح الرحمن أريد أن أصوذ له معلومة ذكرها قبل قليل أولا المحتمة لم تستر هذا القرار على الإطلاق نحن في قناة الحدث وصلنا خطاب من السلطة القضائية بصورة واضحة يقول أن هناك خبر بستة على الشاشة وهذا الخبر طبعا منشوب للقناة الرسمية قناة السودان الرسمية بأن هذا القبر أن هذا الخبر ودعني أقرأه لك أن أوراق الطعن المذكورة لا زالت قيد النظر أمام الدائرة المختصة والتي لم تصدر أي قرار بشأنه لذلك نخاطبكم لإفادتنا على المصدر الذي استيقيتم منه المعلومة هذا خطاب من السلطة القضائية وصلنا قبل أيام ينفي فيه الخبر الذي ذكره سعادة الشريق فتح الرحمن بأن المحكمة لكن اليوم صدر يا أستاذ سلينا اليوم صدر الغرار من المحكمة صدر اليوم الغرار اليوم صدر الغرار بإعادة لجنة المحامين التي حلت في 2019 صحيح قبل أيام صدر كان خبر خاطئ وصدر وصدر تصويب من المحكمة أنه لا زالت القضية أمام النظر ولم يصدر فيها غرار لكن اليوم صدر الغرار بإعادة كل اللجانة التي حلت بواسط لجنة زالت التمكين إذن ليس هناك اختحام الذين صدر غرار بإعادة سيادة الفريق أقالوا إلى دارهم أين هذا الاختحام اسمح لي أكمل لينا هذا الاختحام لأن المؤتمر الصحفي الأول كان للجنة الشيسيرية وكان في الساعة الثانية عشر ونصف ظهرت ثم بعد ذلك كان هناك مؤتمر صحفي لأنقابة المحلولة وقامت وأكتحمت المكان ونحن نعلم أن الفئتين مختلفتين بالتأكد الفئة الثانية التي دخلت دار المحامين هي التي اقتحمت لأن هناك مناوشات حدثت بعد ذلك طيب شكرا جزيلا لكي لينا شكرا جزيلا لكي لن نعود الاتصال بك وضحت الصورة سأعود إليك سيد حسين نعم نعم سيد الفريق سأعود إليك سيد الفريق إذا سمحت لي نصف دقيقة أستاذ نور الدين انقل لي ما حدث على وجه الدق سريعا وحقيقة يعني سعاد الفريق يريد أن يلوي عنق الحقيقة الحقيقة شهادة الثدانيين وهناك فيديوهات موثقة موجودة في الميديا ونشرت قناتكم جزء منها كيف للجنة الثيارية هي موجودة في الدار أن تقوم باقتحام الدار وهي قامة ديموتمر صحفي وهي تشرف على كل أعمال المحامين المزالة الثانية هب أن هناك قرار هل يتم تنفيذ القرار بالاقتحام وبالقانون لا يطبق بهذه الطريقة نحن أعتقد أنه هذا شكرا لوق بربري القرض منه استهداف لينة التسيرية لنقابة المحامين شكرا وفي استهدافه هو استهداف للوثيقة التي ويردينا أن يعيدوا التاريخ الوراء وهذا لن يحدث شكرا أنا قلت لك انقل لي ما جرى تأكيدا لما نقلته زميلتي لينا كي يعني يكون هناك تثبيت لهذا الخبر نصف دقيقة سيادة الفريق نصف دقيقة سيادة الفريق تفضل يا سيدي الشهر الماضي صدر غرار من المحكمة بإعادة نغابة الصحفيين وذهبوا الصحفيين واستلبوا نغابتهم دون أي مغاومة من اللجنة التسيرية هذا شيء طبيعي الآن صدر غرار من المحكمة بإعادة لجنة المحامين لتباشر أعمالها وآتت لجنة المحامين لكي تعقد مؤتمر صحفي في دارها أين هذا الاختحام هم الذين أتوا وظلوا يهتفوا خلف منصة حتى يمنع ما لا تراه عينك اقتحاما يا سيادة الفريق ما لا تراه عينك اقتحاما يراه الكثير من السودانيين اقتحام وعنف لذلك هذه الصورة بهذا الشكل يا سيد حسين أوضح لك نقطة أوضح لك نقطة الآن الذين اقتحموا الدار هم جزء من ملوك الاشتباك وجزء من لجان المغاومة ولا علاقة لهم أصلا بالمحامين أتوا لكي يساندوا اللجنة التسهيرية ولا علاقة لهم أصلا يا سيادة الفريق اللي اقتحم اللجنة التسهيرية من المقاومة يا سيادة الفريق لا يمكن أن تذكر أكثر من رواية في نصف دقيقة يعني أنا أعتقد أن هذا تضليل الرأي شكرا جزيلا لكم واضح وراته شكرا سيادة الفريق أستاذ نور الدين شكرا جزيلا لكم من الخرطوم المحلل العسكري والاستراتيجي الفريق فتح الرحمن محيد دين وأشكر كذلك من الخرطوم نور الدين بابكر المتحدث باسم المؤتمر السوداني والقيادة في قوى الحرية والتغيير الذي أكد على ما نقلته زميلتي لينة يعقوب من الخرطوم والشكر الموصول لها نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل كاميرات المراقبة تفضح تعامل الأمن الإيراني الوحشي مع المحتجين تتواصل الاحتجاجات في إيران وتتفاعل تشمل 30 محافظة الشارع بلغ لقطة الغضب القصوى لا سئموا من النظام وسلوكياتي إلى متى ممكن أن تستمر هذه المظاهرات بالرغم من القمع الذي تمارسه السلطات في إيران السلطات الإيرانية وفقا لنت بلوكس عمدت إلى تعطيل خدمات تطبيقين واتفو انستجران مساميني تتواصل ومساميني 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 يجب أن يكون مستقل ومساميني 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 الغضب الشعبي الذي أيفضهم مجدداً مقتل الشاب مع ساميني يزداد توسعاً هذه المظاهرة جاءت بدعوة من قبل الأحزاب السياسية ولبى لها الجانب المدني والشارع العادي هل تختلف هذه التظاهرات في الداخل الإيراني عن سابقاتها في صوت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار الانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل لحظة ترسل مشهداً تشكل خبراً تصنع حدثاً أهلاً بكم من جديد إلى مصر حيث بدأت وزارة التنوين والتجارة الداخلية اليوم الإفراج عن مستلزمات الانتاج الموجودة في الجمارك حتى يجري الإفراج عنها جميعاً بنهاية الأسبوع الجاري وذلك بهدف إتاحة السلع في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وزير التنوين المصري علي المصيلحي كان قد ذكر أن ظاهرة نقص بعض السلع التنوينية وتحديداً الزيوت كانت بسبب تأخر صرف الشحنات من الجمارك لعدم توفر الدولار ولكن مع تحرير سعر الصرف فإنه من المتوقع حدث انفراجة قريباً في صرف الشحنات المتأخرة من السلع الغذائية من القاهرة ينضم إلينا مراسل حدث تامر النصرة مرحباً بك تامر هذا القرار اليوم الإفراج عن هذه الشحنات تطلعنا ما الذي جرى من الناحية التومينية تعرف أنت يعني مسألة رغيف الخبز والسكر والزيت مهمة جداً لك وللمصريين ولي كذلك السلع الاستراتيجية يا حسين ليس عليها جدال في ناحية الإفراج عنها بسرعة كبيرة من الجمارك وحتى أيضاً بعض السلع الأخرى التي تندرج تحت مسمى السلع الوسيطة التي تدخل في الانتاج الآن تأخذ الأولوية طبيعة الحال وزارة التموين والتجارة الداخلية لها أن تتحدث عن الأسواق في الداخل ولكن من يقوم بالإفراج عن هذه الشحنات هما جهتان معنيتان طبعاً وزارة المالية ومصلحة الجمارك وذلك بأوامر من البنك المركزي المصري خاصة أن المركزي المصري كان قد قام بخنق إجراءات الاستيراد بطريقة كبيرة في الفترة الماضية في وقت المحافظة السابق والآن يقوم أو قامت الدولة بالتنصيق مع المركزي المصري باتخاذ بعض الإجراءات لتسهيل الاستيراد وتسهيل الإفراج عن الشحنات وبالتالي هذا أمر قد يستغرق شهرين تبقى للتصريحات الرسمية في هذا الأمر حتى الانتهاء من جميع الاعتمادات المستندية كما قال محافظة المركزي المصري نعود إلى مسألة الإفراج بطبيعة الحال عندما يتم الإفراج عن الشحنات من الزيوت أو من غيرها من المكونات التي تدخل في توفير السلعة الاستراتيجية فهذا يؤدي إلى انفراجة في أسعار بعض السلعة خذ مثالا مثلا السكر جريدة الشروق غدا تنشر تحقيقا عن ارتفاع أسعار السكر في مصر رغم أن هناك شبه اكتفاء ذاتي في هذا الأمر ولكن الفجوة الاستيرادية التي يملأها القطاع الخاص ربما تؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار السكر بالنسبة للمشترين خارج إطار البطاقات التموينية أو خارج إطار محدود ما مدى تأثر السوق بتحرير سعر الصرف ما الملاحظ في هذا الشأن يلاحظ بطبيعة الحال ارتفاع أسعار بعض السلعة حتى عندما قامت الحكومة المصرية أو عندما قام البرلمان عفوا ظهر اليوم بالموافقة بشكل نهائي على إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية طالب النواب بتشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق لمنع ارتفاعات غير مبررة في الأسعار يعني هذا طبعا أمر غير جائز لأن حرية التجارة في مصر تتيح لكل شخص أن يضع السعر الذي يشاء ولكن هذا الأمر فيما يخص الأدوات الرقابية يتعلق على ما أعتقد بالسلع المسعارة مسبقا نشاهد ونرى بأنفسنا في الأسواق المصرية الكثير من السلع التي تتغير أسعارها بصورة سريعة جدا لا تعكس على سبيل المثال أنها تم شراءها مؤخرا بعد ارتفاع سعر الصرف أو بعد تحرير سعر الصرف وبالتالي فهو نوع من الاستغلال كما سماه البعض نوع من غياب الرقابة كما يسميها آخرون ولكن هذا ما يحدث الآن وإن كان ذلك أيضا يحدث في إطار شح عام للبضائع على رفوف المتاجر المصرية في الكثير من القطاعات وتوفرها في قطاعات أخرى لا يمكن أن نعمم الصورة بطبيعة الحال ولكن هذا يلاحظ جدا مثلا في السلعة تامة الصنعة خاصة في الملابس وغيرها التي ربما تجدها على الأرفف تنتمي لمواسن سابقة على سبيل المثال أو مخزونات لم يتم ترويجها من قبل شكرا جزيلا لك زميلي تامر نصرة مراسل حدث كنت معي من القاهرة تشير تقديرات خبراء وأمنيين مصريين إلى أن جماعة الأخوان عمدت خلال السابع الماضية إلى إعادة هيكلة لجانها النوعية التي تلقى ضربات أمنية متلاحقة على مدار السنوات الماضية بحسب المصادر فإن الهدف من بعث اللجان النوعية لم يعد إسقاط الدولة المصرية وإنما الضغط على السلطات من أجل قبول تسوية أوضاع الجماعة والحصول على عفو رئاسي عن مرشد الجماعة محمد بديع وأعضاء مكتبه المدانين في جراء مرهابية بالنسبة لجماعة الأخوان تعتمد على مبدأ السمع والطاعة كان بقاء نائب مرشد الأخوان والقياد التاريخي محمود عزة خارج السجن بعد الإطاحة بحكم الجماعة والسجن قادتها عاملا سهم في استمرار مركزية هشة لإدارة التنظيم الذي انشغل حينها بحرب عبثية مع الأمن المصري ومع انكفاء كوادر الجماعة التي احتاجت لثلاث سنوات من أجل استيعاب حجم التغيير في مزاج الشارع المصري الرافض للتنظيم الإرهابي نشطت قيادات في الخارج في محاولة للقفز على موقع السلطة بعد إلقاء القبض على عزة عام 2020 هنا نشير إلى الرؤوس الثلاثية للأخوان وإلى علاقتها بهذه الخلايا الخطرة انشق التنظيم إلى كتلتين أساسيتين الأولى بقيادة نائب المرشد والقائم الجديد بأعماله إبراهيم مونير الذي كان يفتقر إلى شبكة علاقات قوية في الداخل بحكم منصبه في التنظيم الدولي والثانية بقيادة محمود حسين من السابق للأخوان والذي ظل لسنوات ضمن القيادات الرئيسة داخل مكتب إرشاد الإخوان لكن بذور الانشقاق الأخطر ظهر مؤخرا بالإعلان عن تأسيس كتلة جديدة يطلق عليها حاليا اسم الكماليين نسبة للقيادة محمد كمال الذي قتل خلال اشتباكات مع الأمن عام 2016 أسس محمد كمال لجان الإخوان النوعية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة ولأن قيادات الصف الأول كانوا بين سجين وهارب فقد تصدى محمد كمال عضو مكتب الإرشاد عن محافظة أسيط لإدارة العمل المسلح واستخدم الكماليون كافة وسائل العنف من أسلحة ومفرقعات وقنابل ومتفجرات كذلك مستهدفين المؤسسات الحكومية والخدمية بعبوات ناسفة كما استهدفوا شخصيات عامة مثل النائب العام والشيخ علي جمعة وضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء وهكذا بدأت وسائل العلام تنشر أنباء تنظيمات حملت أسماء كتاب حلوان والعقاب الثوري وعفاريد دمنهور وحركة حسم وألوية الثورة وغير ذلك مع الاستياء الشعبي من عنف الأخوان بدأت أصوات داخل الجماعة تحضر من الاستمرار استعداء الشارع المستنفر أصلا ضد الأخوان حينها ظهرت بوادر أزمة داخلية بين محمد كمال ومن معه وبين القيادات الكبرى محمود عزة ومحمود حسين وإبراهيم منير وبحكم هيمنة القيادات العلية على مصادر التوميل أوقف عزة الدعم المقدم لكمال وأصدر قرارات بفصل القيادات المقربة منه وبعد مقتله فر أعضاء لجنته إلى الخارج وكونوا ما يعرف باسم المكتب العام للأخوان وظلوا على موقفهم الرافض لقيادة المجموعة التاريخية التي الرفضت هي الأخرى ضمهم إليها حتى وصل الأمر إلى أن قيادات الخارج خاصة في أنقرة كانت تبلغ السلطات التركية بأماكن اختباء الكماليين وبينما أنشغل الأخوان بالصراع بين منير وحسين عادت فجأة جبهة الكماليين للظهور في إسطنبول لتكشف أنشطتها عن قدرات تنظيم الأخوان التنظيمية والمالية لم تكن متوفرة لهم من قبل ما نراه حاليا من تكثيف الجماعة الإرهابية لدعواتها للتظاهر في 11 من نوفمبر المقبل يكشف عن اتفاق الكتل الثلاثة على عودة اللجان النوعية للتحريض ضد دولة المصرية من القاهرة ينضم إلينا العميدة الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مرحبا بك سيادة العميد الدكتور خالد مسألة اللجان النوعية هذه لدى تنظيم الأخوان تطلعنا وتعرفنا عليها وفيما إذا هي بالفعل كانت قادرة على ردم الهوة بين الفرقاء من هذه الجماعة نحو هدف واحد وهو الزرع الفوضى وعدم الاستقرار في الدولة المصرية أو غيرها من الدول تحياتي لحضرتك أستاذ حسين ولسادة المشاهدين جميعا مرحبا بك دكتور أكمل الآن على ما بدأت حضرتك وهو مجموعة من المعلومات الدقيقة حول نشأة هذه اللجان النوعية التي قادها بالفعل محمد كمال عضو مكتب الإرشاد أو أصغر عضو في مكتب الإرشاد والذراع الأيمن لمحمود عزة القيادي التاريخي في التنظيم بمجرد انفضاد اعتصام ربع المسلح كان محمد كمال من ضمن الهاربين والذين انتهجوا أو أخذ توكيلا ما من القيادات التي كانت في هذا الوقت لم تسقط في يد الأمن بعد على أن يقوم هو بإعادة إنتاج مجموعة من الخلايا الإرهابية التي عزمت على خوض معركة مسلحة ضد القوات الأمنية المصرية وضد الشعب المصري في هذا التوقيت استمر عمل اللجان النوعية منذ العام 2013 أغسطس 14 أغسطس 2013 هو تاريخ إنشاء هذه اللجان النوعية استمرت على مسميات عديدة حضرتك ذكرتها جميعا لكن نقف عند أكبر تنظيمين أثبت أنهم تنظيمات إرهابية متكاملة وهم حركة حسم وحركة لواء الثورة كلا التنظيمان كانوا يضموا العناصر الأكبر والأكثر شراسة وارتكبوا العديد من العمليات الإرهابية الكبرى بحق المصريون جميعا بأشكال وأنماط متنوعة على بعض ضد الأجهزة الأمنية ضد قيادات دينية ضد أقباط ضد منشآت كنسية ضد وسائل الإعلام للحد الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تصنف حركة حسم باعتبارها أحد التنظيمات الإرهابية على المستوى الدولي 15 أكتوبر هو تاريخ ظهور ما يطلق عليه اليوم بالكماليين باعتباره ذكرى مقتل محمد كمال على يد قوات الشرطة المصرية في اشتباك دموي وقت مدهمة ملاذه الآمن في مدينة القاهرة هذا التاريخ 15 أكتوبر فجأنا فرع جديد من الأفرع المتنازعة على القيادة الإخوانية في هذا العام ما بين حسين ومنير هناك انشقاق عميق وكبير يقسم الإخوان إلى كتلتين كبيرتين نحن الآن منذ 15 أكتوبر الماضي أمام كتلة جديدة تدعي أنها تسمى بجبهة التغيير تسمى باعتبارها منتمية إلى القائد كانت هناك تحذيرات من هذه الكتلة سيادة العميد إذا سمحت لي بأنه تمت من يستغل هذا النزاع ما بين الطرفين محمود حسين وإبراهيم مونير وبالتالي استمالة الصف الثالث وليس الأول من عناصر وقاعدة هذا التنظيم المصنف إرهابيا طبعا وبالتالي تشكيل جبهة وإعادة تفعيل السلوك المتطرف هذا صحيح تماما وهذا الأمر نشأ في الأجيال الثالثة بالفعل وهو توصيف دقيق هذا الجيل الثالث منذ حالة الانشقاق وهو لم يكن راضيا عن هذا الأمر كان يتهم كل هذا الصف الأول إن كان مونير أو حسين أو من يلتف حولهم من هذا الجيل ألقوا عليهم بالعديد من تهم الفساد التي سطروا فيها معلقات ومدونات كثيرة جدا في بيانات وفي وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحاتهم الشخصية اتهموا هذا الجيل بأنه جيل استحل أموال التنظيم لديه قدر عالي من الفساد المالي لديه انحيازات وتفضيلات لأسر إخوانية بعينها ومنذ هذا الانشقاق وبالفعل هذا الصف الثالث يحاول أن يشكل نفسه يبدو أنه يحاول استغلال هذه الفترة الهشة بالفعل من قبل القيادات التاريخية بظهور هذا الجيل الجديد بإعادة إنتاج المفاهيم الخاصة بالعنف أبو إسلام أحد هذه القيادات وهو اسم حركي بالطبع وخرج بعد اجتماع 15 أكتوبر في وسائل الإخوانية وسائل الإعلام الإخوانية لهذا الطيار الجديد وتحدث عن عصر جديد للدماء في مصر وإعادة تفعيل اللجان الإلكترونية واللجان النوعية وأن هناك نهج جديد للعنف سينتهجه هذا الطيار هي كما يقال ضربة المفلس سيادة العميد عندما جردت من دعمها المالي وكذلك المعنوي سواء ما جرى في تركيا أو غير ذلك وبالتالي ما عاد أمامها سوى هذا الباب أعتقد بأنها بالفعل تعاني من حالة من حالات انسداد الأفق بشكل كبير تخلي الدول الداعمة عن جماعة الإخوان وعن مشروعها تسبب في انبثاق هذه الحركة الأكثر تطرفا تخلي أيضا القواعد الشعبية في داخل مصر من الإخوان القدامى وابتعادهم عن هذه الملاحقات الأمنية ما بين القيادات المؤمنة بالعنف والمتورطة في دماء المصريين وبين الأجهزة الأمنية دفع هذا الفصيل الجديد لمحاولة القفز إلى الأمام وإلى المجهول لمحاولة إنتاج عصر جديد للدماء كما أعلنوا وكما يركزوا على هذه النقطة على وجه التحديد في بياناتهم التي انتشرت منذ 15 أكتوبر وحتى اليوم الأول من شهر نوفمبر شكرا جزيلا لك من القاهرة العميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تتواصل حركة الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني للأسبوع السادس على التوالي في مناطق سكنية وشوارع رئيسة جامعات في جميع أنحاء البلاد وتمثل الاحتجاجات تحديا واضحا لحملة القمع التي تقودها الحكومة واجهزة الأمن والتي تشهد حاليا محاكمة متظاهرين يواجهون عقوبة الإعدام يتي ذلك فيما يواصل طلاب الجامعات اضرابهم في عدة مدن من بينها طهران وأصفهان صفحات إيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مشاهدة تعذيب الأمن الإيراني لمتظاهر في مدينة نازي أباد ضربا بالهروات ودهسا بدراجات نارية وإطلاق النار أيضا اشتركوا في القناة 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 بهذا مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه النشرة نشكركم على حسن المتابعة دمتم بخير وعافية بعد قليل النشرة مفاصلة إلى اللقاء اعلن الإطار التنسيقي تفويد رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني باختيار الوزارات التقاطعات والخلافات داخل المكونات السياسية بدأت واضحة من خلال توزيع الوزارات اتصور من ان هناك اطراف قد تضطر يعني الى اعلان خروجها من الإطار التنسيقي ما هو السيناريو المقترح للخروج من هذه الازمة وتشكيل حكومة ما وصل اليه السوداني الى الان هو وجود خلافات عميقة داخل البيت السني حول وزارة الدفاع تحديدا ماذا عن الاكراد حصة الاكراد في هذه الحكومة المرتقبة الصراع الحقيقي هو الصراع داخل البيت الشيعي تحديدا على الإطار التنسيقي هناك خلاف داخل البيت السني يتمثل بتحالف السيادة وتحالف حزم معظم الاحزاب الان المتصارعة لديها ميليشيات ممكن ان تمارس ثورها الضاغف اليتجاوز محمد شيع السوداني عقبت تشكيل الفكومة بعد هذه الخلافات حول الحصص الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناسهم في قرارات قادة وفي مصائر دول لأن لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه انقبى اليوم بمشاقه وصراعاته وآن للعالم أن يهدأ لكننا في الواقع لا نهدأ نبدأ بالصور التي وثقتها كاميرا الحدث الأحداث لا تهدأ نريد فقط في البداية بعض التفاصيل والأرقام وأينما كانت طائرة تركية دون طيار اختفت من سماء أوكرانيا نكون رغم استمرار الفروق العسكرية الحوثية تجاوز خلافات فتح مطار صنع أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في ليبيا واشنطن قلق من تهديد الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني حيث تحولت الاحتجاجات إلى مواجهة هذه المعطيات تذكر بأيام الحرب الباردة نريد أن نعرف الخطوات أو المراحل المقبلة الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت جرينيج على شاشة الحدث تغيب أفاق الحلول وتظهر قصص المعاناة صرخات تعبر الحدود ووجع يشاهده العالم كل يوم بالصبت والصورة وحتى لا تنسى قصصه نحن نوثقها بكل تفاصيلها نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة بأرب ينضم إلينا مراسل الحدث نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقات فلول الميليشيات الحوثية ما الذي تريد ميليشي الحوثي أن تحقيقه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أتكرامتي المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة ما أبرز ما تم حتى الآن ميليشيات الحوثية أسلسل لا تؤمن إلا بالحرق هذا المكان لم تصله أقدام الميليشي الحوثية وبقي صابتا رغم الطلبات المكثبة هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حدوة مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشي الحوثية على الأرض في الداخل اليمني ترجمة نانسي قنقر قمة لم الشمل تنطلق إدانات لتدخلات إيران وتركيا وسعي مصري لموقف عربي واحد في ليبيا وسد النهضة القضاء التونسي يرفضوا رفع حظر السفر عن رئيس حكومة النهضة الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها لنظيرتها اللبنانية بغلق قنوات الفتنة الحوثية أهلا بكم انطلقت في الجزائر قمة لم الشمل العربية قمة هي الأولى منذ ثلاث سنوات تتصدى لإنهاء الأزمات السياسية في البلدان العربية المأزومة كما تعلن رفضها للتدخلات الخارجية خصوصا في الدول التي تتدخل فيها إيران وتركيا بشكل مباشر الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي قال في تصريحات للحدث إن قمة الجزائر ستعيد تأكيد على رفض التدخلات الإيرانية والتركية في الشأن العربي مؤكدا أن لدى الجامعة معلومات محددة بشأن مجالات هذين التدخلين فيما حذر الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط من المخاطر التي تواجهها بعض الدول العربية كالإرهاب وتدخلات بعض الدول الجوار في الشؤون الداخلية بهدف فرض الهيمنة عليها لقد مر على المنطقة للأسف الشديد عقد صعب صعب للغاية ولا زالت بعض الدول العربية تعيش أوضاعا لا تهدد فقط أمنها واستقرارها بل وجودها ذاته لا زالت الدولة الوطنية ذات السيادة والاستقلال والقرار المستقل تتعرض لهجمة شرسة في بعض أركان المنطقة العربية من الإرهاب والميليشيات والجماعات المسلحة وأيضا من أطراف غير عربية في جوار الإقليم العربي تحرض وتمارس تدخلات غير حميدة في المجتمعات العربية بهزف بسط النفوذ وتحقيق الهيمنة نحن عندنا قرارات تخص التدخلات الإيرانية قرارات تخص التدخلات التركية هذه كلها قرارات سبق اتخاذها على مستوى الوزراء الخارجية على مدار الثلاث سنوات الماضية موجودة النصوص عندنا وهي نصوص طويلة وفيها تفصيلات كثيرة ولكن كلها تدين مثل هذه التدخلات وتتحدث عن أشياء مفصلة وحالات مفصلة بعينها أما الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فقد عبر عن أمله في أن تكون القمة العربية محرك الوحدة والعمل المشترك لمواجهة التحديات المفروضة على الأمة العربية إن لقاءنا اليوم بقدر ما يمثل فرصة لتجديد تمسكنا الجماعي بالمبادئ والأهداف التي تأسست من أجلها منظمتنا العربية وتعلقت بها آمال شعوبنا يشكل أيضا محطة هامة لدفع متجدد لمصاري التكامل العربي لذلك أتطلع بثقة عالية إلى النتائج الإيجابية والمثمرة التي سوف تتوج النقاشات التي ستشهدها قمتنا لا سيما في إطار الجلسة التشاورية من أجل تأجديد الروح التوافقية الجماعية وبلورة الحلول العملية واتخاذ القرارات الضرورية لرفع التحديات المفروضة على أمتنا في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتنموية وفي مقابلة خاصة مع الحدث قال وزير الخارجي العراقي فؤاد حسين أن التدخلات الإيرانية وتركية في الشأن العراقي غير مقبولة وأن العراق لن يسمح بأن أو لن يسمح لن يسمح بأن تكون أراضيه وأن يكون مجاله الجوي منطلقا لتصفية الحسابات وقال حسين أن الحوارة هو السبيل الأمثل لحل المشاكل بين العراق ودول الجوار تحويل الساحة العراقية إلى ساحة الصراعات غير مقبولة ومن هذا المنطلق في الواقع بدأنا بفتح الأبواب أبواب النقاش مع جميع هذه الدول أولا لمحاولة توضيح السياسة العراقية أنه الأرض العراقية والسماء العراقية والسيادة العراقية سيادة عراقية وليس مسموح للآخرين بخرق هذه السيادة نحن نستند في علاقاتنا إلى الحوار والحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى النتائج النهائية اشتركوا في القناة من دبي ينضم إلينا دكتور حسان فاروق الباحث في العلوم السياسية ونأب رئيس تحرير جريدة الجمهورية مرحبا بك دكتور حسان ما الذي يمكن أن تقدمه القمة العربية بالنسبة لقضايا كثيرة كانت على أولويات برنامجها للمناقشة تحيات لحضرتك أستاذ حسين المسالة بداية خلينا نقول أن القمم العربية حين تخرج من نطاق المصافحة إلى نطاق المصارحة تكون النتائج مرضية الجزائر استضافت قبل ذلك ثلاث قمم وصفت بأنها تاريخية قمة في نوفمبر 73 بعد حرب أكتوبر وقمة في العام 1988 وقمة في 2005 بعد اغتيار رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريب القمة تحمل عنوان لم الشمد الظروف السياسية والاقتصادية والظروف العالمية ظروف المنطقة العربية في حد ذاتها معقدة منذ فترة ظروف العالم العالم كله الآن مأزوم بسبب مر عليه جايحة كورونا اللي عطلت القمة العربية قرابة الثلاث سنوات أهل قمة كانت بتونس في 2019 وهذه يعني دخلنا في ثلاث سنين ثم أتت الحرب الروسية الأوكرانية بتعقيد المشهد أكثر فأكثر تأثير على الطاقة تأثير على الغذاء أعتقد حتى وضع ملف الأمن الغذائي العربي كملف أمن قومي ضمن ملفات القمة خلينا نعود للملفات التي طرحت على طاولة القمة اليوم وغدا ستطرح وستكمل المناقشات والتي توافق عليها وزراء الخارجية العرب في الاجتماعات التحضيرية بحسب ما ذكر السفير حسام زكي الأمين العام المساعد تأتي القضية الفلسطينية رقم واحد في هذه القمة على اعتبر أن الجزائر نفسها خاضت جوالات في أكتوبر الماضي للتقريب بين الفصائل الفلسطينية بين فتح وحماس وحصل شبه توافق على ما قامت به الجزائر وأنا أتخيل أنهما كمان اتفقوا على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وهذه ميزة في حد ذاتها للجزائر وستكون ميزة للقمة على اعتبار أنها أعادة القضية الفلسطينية إلى موقع الصدارة كقضية العرب المركزية المطلب الأساسي والرئيس هو أنه تعود يعني مطلب حل الدولتين والعودة إلى حدود الخامس من يونيو حيزران 1967 فكرة أعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة في ظل ما هذا بالنسبة للقضية الفلسطينية دكتور حسام ماذا بشأن التدخلات الخارجية في البلدان العربية يعني على ما يبدو بأنها المرة الأولى التي فيها إجماع وإجماع كبير ومناقشات على أن تدخلات التركية الإيرانية مدانة وبالتالي مثاق عمل جديد هذه المرة فيها إجماع وفيها كمان مطالبات يعني زي ما قلنا أنه ما وقفش الموضوع عند الإجماع ولكن كانت هناك مطالبات بصياغة بنود ملزمة لوقف مثل هذه التدخلات وإيجاد حلول عربية عربية لمشاكل الدول العربية وفيها أيضا اعتراف بأن مثل هذه التدخلات لاسيما التدخلات الإيرانية في اليمن والتدخلات التركية هذه عقدت المشاكل خاصة أن هذه الأطراف الإقليمية تنظر في المقام الأول إلى مصالحها وليست إلى مصالح الدول العربية فالعرب قالوا بالمعنى الدارج عندنا في مصر أنهم مش هيحل لمشاكل العرب إلا العرب أنفسهم لابد من حلول عربية عربية طيب الأطراف الإقليمية التي تتدخل زي ما قلنا أن هي بتؤجج الصراع هي بتصفي حسابات هي بتضع مصالحها في المقام الأول هي لا يعنيها الطرف العربي من قريب أو بعيد ومن ثم كان لابد من وقفة حاسمة ولذلك أنا قلت لحضرتك أنه كانت هناك مطالبات صريحة بأن يخرج بيان القمة غدا ببنود صريحة تدين مثل هذه التدخلات ويترتب عليها إجراءات لأننا دايما بنقول ما الذي سيحدث في اليوم الذي يلي ختام القمة إيه اللي هيحصل بعد كده لأنه المشكلة أنه أحيانا إيه اللي هيحصل يا دكتور أنا أتخيل أنه هناك غضبة عربية من مثل هذه التدخلات هناك فاتورة خسائر على الدول التي تتعرض لمثل هذه التدخلات هناك هذه الغضبة العربية أعتقد أنها هذه المرة ستتوصل إلى صياغة بنود ملزمة ونتمنى أن تفعل مثل هذه البنود في اليوم التالي لانتهاء القمة سألتني عن إيه اللي هيحصل طيب دكتور كذلك يعني لا يمكن أن نشهد يعني بعض التحافظات هذه المرة أليس كذلك على مسألة التدخلات لأن النية لدى القادة العرب لدى المسؤولين العرب لدى حكوماتهم بأن هذا الموضوع يجب أن يبتل لأن المنطقة دفعت ثمنا كبيرا لتدخلات التركية والإيرانية صحيح بل بالعكس كمان حضرتك رئيس القمة السابقة وهو بيسلم الرئاسة للجزائر رئيس قيس سعيد نعم قال أن المنطقة العربية تواجه حرب دروس تستهدف هذه الدول لتدمرها أنا شخصيا أرى أن هذه التدخلات لا تقتل عن هذه الحرب لأن تدخل دولة في دولة أخرى ده انتهاك للسيادة يعني ده هذا في العلوم سيسد ده انتهاك للسيادة فأنا أتخيل أن هذه الغضبة العربية التي تحدثنا عنها هذه المرة لن تواجه تحفظ بدليل حتى كمان تحدث المندوب العراقي كان حديث واضح وصريح حضرتك عرضته قبل نعم وزير الخارجية فؤاد حسين قال بأن هذه الدخلات لا يمكن القول بها أريد أن أسألك كذلك يا دكتور إذا سمحت لي ويسمح وقتك يعني أطلنا عليك ولكن لابد من الاستفادة أكثر مسألة سد النهضة يعني مسألة ليبيا مصر حاضرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاضر مسؤول مصري قال قبل انعقاد القمة لا خلاف مع الجزائر فيما يخص ليبيا تضعنا بصورة ما يجري في هذا الملف بداية خليني أبدأ من الجزء الأخير مصر يهمها في المقام الأول إنجاح هذه القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا بشكل كبير لحضور هذه القمة رغم أن مصر ستشهد خلال أيام قليلة مؤتمر المناخ ضمة كوب 27 ولكن جدول القمة كان من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي فلا خلاف على الجزائر في ملف سد النهضة والدولة المصرية تعلن جيدا أن الجزائر تقوم بمساعي حميدة أعتقد في ملف فيليجي أنا آسف قلت سد النهضة في ملف فيليجي الجزائر تقوم بمساعي حميدة على اعتبار أيضا أنها جار ملاصق لليبيا ولكن هنعود لنقطة التدخلات الآن تركيا تعيد سيرتها القديمة التي كانت أيام فايز السراج وتعيد التدخل وتعيد إبرام اتفاقيات على حكومة مختلف عليها حكومة لليبيبة إذن فهناك نية لا أعتقد أنها نية سليمة من جانب هذا الطرف الذي يتدخل فيما يخص سد النهضة فالدولة المصرية يعني فاض صبرها الدولة المصرية لجأت إلى كل الوسائل القانونية لجأت إلى الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الافريقي اللي هو رئيس السنغال موجود بصفته رئيس الاتحاد الافريقي وأيضا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موجود ضيوف شرف في هذه الدورة من القمة العربية أمام التعنت الأسيوبي أمام أن أسيوبيا تضرب عرض الحاض بمصالح دولتين المصاب مصر والسودان أمام مضي أسيوبيا قدما في مل مؤتلو الآخر أعتقد أن الدولة المصرية لها موقف واضح ولها مطلب واضح ومطلب عادل ومطلب شرعي ومطلب سليم عرضته على الأمم المتحدة عرضته على مجلس الأمن عرضته على الاتحاد الافريقي وتعرضه على القمة العربية ولكن نعود إلى النقطة التي قال فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يجرؤ أحد على أن يعطش مصر وخلينا نستخدم هذه الكلمة بالعنوان بالبنط العريض لن يعطش أحدا مصر هذا ما ستكتبه مقالا يا دكتور حسام إن شاء الله في اليوم التالي لختام القدر أشكرك على كل هذه التفاصيل الدكتور حسام فاروق الباحث في العلوم السياسية ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية شكرا جزيلا دكتور شكرا إذن مشاهدين الأخبار العجلة ترد الآن طهران تنقل مسلحين من الحجد وكذلك حزب الله العراقي إلى مشهد لقمع المحتجين بحسب إيران إنترناشنال نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل القضاء التونسي يرفض رفع حظر السفر عن رئيس حكومة النهضة كشفت جولة لكاميرا الحدث في ولاية كسالة شرقي السودان عن أوضاع إنسانية صعبة جراء السيول والفيضانات نحن نلقاش حاصرنا من كل الاتجاهات عدد الضحايا وصل إلى 79 حالة وفاة كما أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل فاقت 15 ألف بعض المنظمة تحاول حفر حجم الأضرار ولكن طبعا كيف تفوق إمكانياتهم كيف يمكن معالجة ما يجري في ولاية الجزيرة عقدتم اليوم اجتماعا لقوى الحرية والتغيير الشرق التوافق الوطني ما الذي جرى في اجتماع اليوم أي نقاط نوقشت المطلوبة الآن من القوى السياسية في السودان أن تشارع الخطى في التوافق حول قطر دستورية ما تبقى من الفترة الانتقالية يحكمه كل شعب السوداني نحن ضد الإقصاء لماذا لا تجتمح هذه القوى وتضع البلاد نصب عينيها أنه بالفعل هناك بلاد بحاجة إلى أن نصل إلى حل إلى ما ستظل الأمور معلقة هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك أهلا بكم في تونس قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإبقاء على القيادة السابق بحركة النهضة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بحالة صراحا بعد الاستماع إليه في قضية لجمعية نماء تونس ورفض رفع تحجير السفر عنه ويمثل في هذه القضية ويمثل في هذه القضية أكثر من 30 متورطا بتهم الإرهاب وغسيل الأموال وتلقي تمويلات مشبوهة من الخارج إلى قطب مكافحة الإرهاب يأتي رئيس الحكومة الأسبق القيادي السابق في حركة النهضة في قضية جمعية نماء تونس بوصفه أحد المتهمين 33 في القضية ويقرر قاضي التحقيق الإبقاء عليه في حالة صراحة الحيز الإعلام الذي أخذته لم يكن موازن مع حيز القضاء باعتبار أن هذه الملف وقع البحث فيه منذ تقريبا شهر جوليا أو خلال شهر أوت وإلى الآن ليس هناك موقفون ليس هناك وسائل إثبات ليس هناك أي شيء يدعو إلى أخذ هذا الملف بالجدية التي كانوا يرهنون عليها قضية جمعية نماء تونس تتشعب مساراتها القانونية بين إجراءات الاستماع والمكافحة بين المورطين فيها وتقديم الأدلة على غرار عدد من القضايا الأخرى تتعلق بالفساد والإرهاب والتسفير والتخابر مع جهات أجنبية وأصابع الاتهام توجه إلى قيادات النهضة وكوادر حكومية زمن حكم الترويكا فضلا عن رجال أعمال وقضاة معزولين الغطاء السياسي الذي كان متوفر للأطراف التي شاركت في عملية طبيض الأموال وجلبة بطرق غير شرعية إلى تونس قد رفع تماماً وأن القضاء قد استعاد جزءاً من عافيته وبدأ يعمل ولكن هذا لا يعني بالمطلق أن القضاء اليوم تحرر شاهدنا قبل أيام كيف أعلنت النيابة العمومية عن فتح تحقيق إثر سريقة 27 قرص مضغوط سي دي من ملف اغتيال شاهد شوكري بلي ويرى المتابعون للشأن التونسي أنه رغم تعقيدات المصاري القانوني في مثل هذه القضايا إلا أن الحسم فيها بات أكثر من أكيد بسبب خطورتها واهتمام الرأي العام التونسي بها يكشف تقدم التحقيقات في قضية جمعية نماء تونس وغيرها من قضايا الإرهاب وغسيل الأموال وتخابر معاجهات أجنبية حجم فساد عشرية الأخوان وأضرع أخطبوتها المالي والسياسي والاستخباري خدمة لأجندات مشبوهة في تونس والمنطقة ليبقى للقضاء الكلمة الفصل بشأنها رغم تداخل المصارات فيها وليد عبدالله الحدث تونس بعد سنوات من اختراق القضاء تتوالى الاتهامات الثقيلة على جماعة الأخوان في تونس من بين هذه الاتهامات الاتهامات تتعلق بقضايا الإرهاب من تسفير إلى مناطق توتر إلى تجنيس عناصر متطرفة إلى اغتيالات سياسية وفساد مالي وإداري الاتهامات طالت قيادات من حركة النهضة الأخوانية وعددا من المنتمين لذراعها السياسية إتلاف الكرامة وفي الوقت ذاته يواجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوش اتهامات بالتحريض ضد قوات الأمن بعد وصفه لهم بالطواغيد في أحد تصريحاته واتهامات أخرى متعلقة بغسيل أموال وتلقي تمويلات أجنبية لحزبه وتورط في ملف الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والأرهاب واليوم صدر قرار قضائي تونسي بمنع اثنين من القيادات الأخوانية من السفر على خلفية الشبهات والتنبيهات الإرهابية والتهم الإرهابية ويتعلق ذلك برئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في قضية منح الجنسية التونسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية ووزير العدل السابق نور الدين البحيري الذي سبق أن وضعه رهن الإقامة الجبرية لمدة شهرين على خلفية شبهات إرهابية البحيري الملقب بمهندسه الصفقات المشبوهة لإخواني تونس والعقل المدبر للجماعة يواجه اتهامات من أبرزها منح الإرهابيين الجنسية التونسية ومحاولة إطلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة بالاغتيالات السياسية وينتمي البحيري لحركة النهضة منذ العام سبعة وسبعين وتسعمائة وألف وسجن الانتمائه لها بين فبراير وسبتمبر عام سبعة وثمانين وتسعمائة وألف وفي نوفمبر من العام الماضي فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال أربعة عشر شخصا من ضمنهم أحد عشر موظفين من وزارة الداخلية والخارجية والعدل بتهم متعددة أبرز هذه التهم بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين يشتبه بتورط هذه الشبكة ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين من بينهم إرهابيون لتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية فيما اتهم الرئيس تونسي قيس سعيد قبل أيام بالضبط جهات لم يسمها ببيع وثائق تتيح الحصول على الجنسية مقابل مبالغ مالية تقدر بنحو أربعة وثلاثين ألف دولار ترجمة نانسي قنقر من تونس ينضم إلينا خليفة الشيبانية الناطق الرسمي باسم الداخلية التونسية سابقا مرحبا بك أستاذ خليفة مسألة بيع الجواز التونسي هذه أثيرت في الآوينة الأخيرة أريد أن أقف عند كل نقطة على حدا وتشرح لنا ما الذي جرى زمن حكم حركة النهضة وزمن وجود نور الدين البحيري في وزارة العدل هو مساء الخير مساء الخير ليك والكافة مشاهدي قناة الحدث مساء نور في كل مكان هو أولا ساعة اليوم القرار الذي اتخذه قطب الإرهاب دليل على أنه صنف القضية إرهابية لو لم تكن القضية ذات صبغة إرهابية معناها عملية المنع من السفر تحجير السفر هو دليل على أن تصنيف القضية في خانة الإرهاب حتى نكون معناها متفهي لأن القضايا الأخرى يمكن أن تتكفل بها النيابة العمومية لكن كافة القضايا المورطة فيها عركة النهضة من الجهاز السري إلى التسفير إلى اليوم معناها في القضية متع تزوير الجنسية وحتى جوازات السفر هي من نظر النيابة العمومية في قطب مكافحة الإرهاب ما حدث هو أنه حقيقة هذا الموضوع عندما تم وضع وزير العدل السابق في حركة النهضة الإخوانية نوردين البحيري كانت على خلفية أن الندوة الصحفية التي قال خلالها وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن الرجل تحوله شبهات في الفساد وخاصة تمكين أشخاص ليسوا تونسيين في علاقة بالإرهاب وهنا يمكن أن نذكر إسمين معناها تم تدولهم في الأعلام التونسي هم رمزي الأخوان المسلمين في مصر يوسف نداوة ومحمود همت هؤلاء تمكنوا خلال فترة معناها إشراف وزير العدل نوردين البحيري على وزارة العدل في 2012 و2013 من الحصول على جنسيات وبالتالي الحصول على جوازات سفر مزورة هذا معناها كانت موجودة في سفارة تونس في فيينا في النمس وكذلك مشمولين بالبحث رئيس الحكومة باعتبار أن وزير العدل يتبع لحكومته وأعتقد أن في الأيام القادمة يمكن أن تطال رشد الغنوش رئيس الحركة باعتبار أنه المسؤول على كافة التشكيلات السياسية التي حطث وأنه هو الذي كان يفاوض في تشكيل الحكومات المختلفة منذ معناها تشكيل الحكومة بعد 2014 هو الذي كان يفاوض بالتالي الملف هذا هو ملف مفتوح قلت لك هذين الرمزين الإخوانيين المصريين يوسف ندى ومعمود هممت تحصل على جنسية تونسية بتواطئ من سفارة تونس في فيينا في تلك الفترة 2013-2013 ولعلمك سيدي الكريم أن الجنسية التونسية هي من مهام مزارة العدل هناك في تونس مجلة تسمى مجلة منح الجنسية تم الدوس على كافة الفصول القانونية التي تسمح لأي شخص بالحصول على الجنسية التونسية وتم تنكين معناها ناس إرهابيين إضافة إلى فتاة سورية طيب أستاذ خليفة إذا سمحت لي وباعتبار أن رئيس الجمهورية طيب نتفاهم بأن وزيرا يستلم من آخر ويغير مثلا يعني بعض المفاصل في الوزارة بعض الشخصيات ديكور المكتب مثلا ولكن إلى هذا الحد غير نور الدين البحيري في وزارة العدل حتى تخرج كل هذه الملفات للعلن الآن وتعاد مناقشتها مجددا من شكري بالعيد إلى محمد البراهمي إلى مسألة منح الجنسية إلى مسألة فتح ملفات الفساد كل هذا كان معمّ عليه؟ لا ليس معمّ عليه هو هذا في إطار سياسة التمكين سيد الكريم سياسة الأخوان هي تنظيمات الأخوان سيد الكريم هي ليست أحزاب سياسية ولا مدنية ولا علاقة لها لا بالسياسة ولا بالأحزاب ولا بالمدني هذه ناس معناها تستغل التحيل السياسي باسم الدين الإسلامي ولا علاقة لها وهو منه براء هذه سياسة التمكين في كافة مفاصل الدولة التونسية لكتكاد لا تخلو أي وزارة من اختراقها وتطويحها لخدمة الحزب وليس لخدمة الدولة وهذا ما يفسر أنها معناها هي التي تمكنت من كافة مفاصل الدولة وخاصة في الوزارات الحساسة التي كانت تعتبرها قضية وجودية حركة النهضة كانت عادة لا تفاوض إلا على وزارة الداخلية ووزارة العدل لم تكن محل مفاوضة طيلة التشكيلات التي تم تكوينها كانت حركة النهضة تعتبر روحة قضية وجودي بعد أن تم رفع الغطاء السياسي وخروجها وحلفاها وأؤكد على كلمة حلفاها لأنها زاد في الحقيقة حركة النهضة ومعها نداء تونس ومعها تعي تونس ومعها حزب المرزوقي والكثيرين عندما رفع الغطاء السياسي وبدأ القضايا تعافي بالقرارات التي حدثت بعد 25 جويل بدأت المواضيع تتساقط كأوراق الخريف وهي في اعتقادي كلها مترابطة تتعلق بالمسل من أمن الدولة تتعلق بالإرهاب تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية تتعلق بتبويض الأموال نهيكو أن ملف التسفير على سبيل المثال حسب تصريحات النيابة العمومية اليوم موجود تقريبا 820 متهم وفي اعتقادي أن هناك خيوط رفعة رابطة بين هذه الملفات وهي التآمر على الأمن الداخلي للبلاد والإرهاب وكذلك تبيض الأموال والتعامل مع جهات أجنبية وفي اعتقادي أن أحد الإنجازات أن اليوم تحقق حلم في تولس هذا الحلم في ماذا يتمثل يتمثل في أن رموز حركة النهضة تم استدعاه من القضاء هذا كان من قبيل رابع المستحيلات أن يحدث في تولس اليوم في اعتقادي أن سياسة الإفلات من العقاب قد انتهت في اعتقادي أن مسار القضاء والعدالة رغم تعقيدات هذه القضايا هذه القضايا ليست قضايا بسيطة كقضية التصوير أثيرت هذه المسائل أكثر من مرة شكري بالعيد والحاجة وتم أطلاق صراح أو حتى قضية هذه منح الجميع وأطلاق صراح مثلا راشد الغنوشي يا أستاذ خليفة في مسألة الجمعية ويعني إلى أي حد يمكن المتابعة إلى الآخر يعني إلى أي حد القضاء بالفعل الآن لا لا مدعوم ومستقل وثابت ويمضي بالقضايا هذه إلى النهاية ومن كان مذنبا مكانه السجن هو هذه القضايا فيها العديد من التعقيدات وفيها العديد من السماعات وفيها العديد من الأطراف والوزارات المتدخلة هذه القضايا هي قضايا تتعلق بجراء دولة سيد العزيز هي ليست قضايا بسيطة يتم البد فيها ثم أن هؤلاء القوم عندما يكون القضاء معناها مستقلا وهو مستقل لأنه لو كان بالفعل هو قضاء قيس سعيد لكان وضعهم جميعا في السجن وفي اعتقادي أن المحاكمات الشعبية والشارع التونسي يقول أن مكانهم الطبيعي هو أن يكون في السجن لكن هؤلاء القوم عندما القانون يضعهم في حالة صراحة يصبح هناك عدالة في تونس وعندما يطبق القانون يصبح هذا القضاء هو قضاء الرئيس قيس سعيد أنا في اعتقادي أن الجلسات القادمة بدون أن نستبقى الأحداث تثبت في جانب كبير تورط هؤلاء الرموز في هذه القضايا المتعددة والمتداخلة في آن واحد وفي اعتقادي أن القادم سيكشف لنا العديد والعديد من الإجراءات لأن هناك العديد من الجلسات في قضايا تبدو مختلفة فيما بينها إلا أن الرابط معناها بينها هو مثل ما قلت لكي تتعلق بالمس بأمن الدولة بتغيير هيئة الحقوق بالتخابر مع جهات أجنبية بطبيض الأموال وكذلك بالتورط في شبهات الأرهاب في تونس نهيك وأن بيع الجوازات هذا تحدث عنها معناها أحد الموظفين في قنصلية تونس في دمشق وأعطى بالأسماء والرجل إلى اليوم لم يعود إلى تونس لأنه قد حصلت له العديد من التهديدات في خلال فترة حركة النهضة الإخوانية شكرا جزيلا لك من تونس خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم الداخلية التونسية سابقا نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها لنظيرتها اللبنانية بغلق قنوات الفتنة الحوثية يتسلم الرئيس التونسي قيس سعيد مصودة الدستور الجديد المشهد في تونس عشر يتم اليوم تمكين رئيس الجمهورية من الاتلاع على مسودة مشروع الدستور موقف الشارع من كل ما يحدث من هذا الحوان ما هي مصلحة الاتحاد في أغلاق المجال الجوي الوضع الاقتصادي والاجتماعي متأزم جدا ما هو المطروح فعليا إذا ما صوت التونسيون بلا ما علاقة عيشنا إذا كانت تونسيون يعيشون في الخصاصة الاحتمالات الكلة المفتوحة رئيس الجمهورية اليوم أمامه امتحانا صعب هل تعتقد فعلا بأن هذا الحوار الآن سيفون ممثلا لكل الشعب التونسي هذا ليس مبررا كافيا أن يتجاهل رئيس الجمهورية مطالب الشغالين سيتضمن الدستور الجديد في بابه الأول أولوية الاقتصاد بما أنه هو دستور مستقبلي ما الذي يضمن بأنه يحصل على الأصوات الكافية في الاستشارة نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة أين؟ سأل أنه كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعب من السماء طفولة يسرقها الجوعة أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثون عن المجهور أهلا بكم من جديد جددت الحكومة اليمنية طلبها لحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبر مذكرة رسمية ثانية بإغلاق قناتي المسيرة والساحات التابعتين لميليشيات الحوثي المصنفة رسميا تنظيما إرهابيا وتبثاني أنشطة عدائية ضد اليمن انطلاقا من الأراضي اللبنانية الحكومة اليمنية عبر وزير إعلامها معمر الأرياني أكد أن بث قنوات من لبنان تتبع لميليشيا إرهابية يخالف القوانين الدولية ومثاق الجامعة العربية وأن الأمر تجاوز إلى تدريب العاملين من قبل أطراف لبنانية تقدم الدعم لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستمرار الانقلاب وتأجيج الحرب والإمعاني في قتل اليمنين الأرياني كشف أن القناتين تعملان من دون ترخيص قانونية وتضر بالعلاقات العربية العربية وتنتهك سيادة اليمن لصالح أجندة معادية للدولة والحكومة والشعب اليمني وأتنشران الأفكار الإرهابية المتطرفة والطائفية وتهددان بتفكيك النسيج الاجتماعي إذن تحرك رسمي لإغلاق قناتي المسيرة والسحات الحوثيتين والتين تتخذان من الأراضي اللبنانية محطة للتحريض على اليمنين ودول التحالف العربي القناة الحوثية التي تبث من بيروت والتي تتخذ من شعار ميليشيا الحوثي المسيرة القرآنية تسمية لها مما حدى باليمنين أن يسموها مسيرة الموت والخراب مطالبين بتحرك رسمي جاد لإغلاق القناة خاصة عقب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني وجه مذكرة رسمية للمرة الثانية لنظيره وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية زياد المكاري شملت المذكرة المطالبة بإغلاق قناتي المسيرة والسحات التابعتين لميليشيا الحوثي التي تم تصنيفها رسميا منظمة إرهابية خطاب شديد اللهجة تضمنته مذكرة وزارة الإعلام اليمنية والتي أوضحت أن القنوات الحوثية تنتهك سيادة اليمن لصالح أجندة معادية للدولة والحكومة والشعب اليمني وتعملان من دون ترخيص قانونية وأكدت المذكرة أن القناتين تمارسان التحريض وتنشران الأفكار الإرهابية المتطرفة والطائفية وتهددان بتفكيك النسيج الاجتماعي والإضرار بالعلاقات العربية الحكومة اليمنية عبرت عن بالغ أسفها أن تستخدم الأراضي اللبنانية لتدريب العاملين في قناتي المسيرة والسحات وما يعرف بالإعلام الحربي من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية من قبل حزب الله اللبناني الذي يقدم الدعم لميليشيا الحوثي الإرهابية كما شددت الحكومة اليمنية على أن استمرار عمل هذه القنوات من داخل الأراضي اللبنانية هو أمر يدعو للأسف ولا ينسجم مع القوانين والمواثيق والاتفاقيات والعلاقة بين البلدين ولا يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية كلعبة الصبارة الراقصة تعيد قنوات ميليشيات الحوثي ترديد كلمات الإعلام الإيراني وشعاراته الأيديولوجية لكنها لا تبعث على المرح لوهلة تظن أنك في إحدى الفضائيات الإيرانية لولا شعار قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي أفلام ومسلسلات وإنتاجات مرئية إيرانية موجهة إيديولوجيا تبثها الفضائية الحوثية على الدوام في أحد الأفلام عن حرب الخليج الأولى تطالب الدعاية الإيرانية من جمهورها اليمني بالاستفاف إلى جانب جيش الولي الفقيه ضد القوات العربية الذين أسمتهم منافقين وللمفاجأة فإن اسم المعركة هو نصر من الله مسميات يألفها اليمنيون في مناطق الحوثيين ولعل أكثرهم نسياناً سوف يتساءل أين سمع بهذه الكلمات من قبل؟ نعم، لقد استخدمها الحوثيون في معاركهم ودعايتهم إلى جانب المسميات الأخرى التي يطلقها الحوثيون على خصومهم أو يتداولونها فيما بينهم الدعاية الإيرانية تظهر الحوثي كببغاء يغرد داخل السرب الفارسي مردداً كل كلمة يتلقفها حرفياً وكأنه رجع صدى وللغرابة لا يتنبه أنصار الحوثي إلى أن زعيمهم ليس سوى دمية بيد نظام طهران وخلال سنوات الحرب في اليمن ظهرت عشرات الفضائيات ومئات الصحف والمواقع الإلكترونية المرتبطة بالحوثيين والممولة بشكل مباشر من السلطات الإيرانية والتي تعمل على الترويج للأفكار والمبادئ التخريبية والطائفية وتقوم بتمرير رسائل إعلامية بشكل ممنهج للتشويش على وعي اليمنيين المناهضين لها ومحاولة تجميل صورة الانقلابيين ويدق الانتشار المخيف للإعلام الحوثي ناقوس الخطر الفعلي في اليمن فيما يعتبرها مراقبون أحد أبرز أسباب إصرار ميليشيات الحوثي على إطالة أمد الحرب وهدم فرص السلام لمناقشة هذا الموضوع من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي توني بولوس وكذلك من القاهرة المحل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل مرحبا بكما أبدأ من عندك أستاذ توني حيث الجغرافيا التي تبث منها هاتان القناتان لماذا يسمح لهما علما بأن الموقف الرسمي اللبناني إلى حد ما يعني موقف ليس بالضبابي بالشكل الكافي ولكن هناك طرف كبير وواسع في الداخل اللبناني يقول لحزب الله لا مساء الخير في الواقع هناك مربع أعلامي في الضاحية الجنوبية أن شاءه حزب الله منذ أعوام وهو يعني غير مرتبط أي ارتباط بالدولة أو بالترخيص أو بأي شيء من الشرعية هذا المربع الأعلامي أن شاءه ليبص باتجاه دول الخليج هناك عشرات المحطات الأعلامية الفضائية أو المواقع الإلكترونية كل منها مواجهة إلى دولة عربية في الواقع هناك كنوات متواجهة إلى السعودية إلى البحرين إلى الكويت وغيرها من الدول الخليجية بهدف فتنة هي كنوات إيرانية تابعة الحرس السوري الإيراني تنطق باللغة العربية عبر بيروت فكما حزب الله وحزب ميليشيا إيرانية في لبنان تنفذ أجندة الإيرانية العسكرية هناك أزناب أيضا إعلامية للحرس السوري تحاول فتنة في الدول العربية في الواقع هذا المربع الأمني الذي نتحدث عنه هو المربع الأعلامي الأمني غير خاطة نهائية لأي سلطة رسمية حتى الدولة اللبنانية لديها أي صلاحيات عليه حزب الله أنشعه هناك عدة مباني لكنوات الفضائية الموظفين الذين يعملون في هذه القناة لديهم تأمينات سكنية في المنطقة نفسها حتى ضيوف القنوات الذين يدخلون عليها كمحللين سياسيين أو مشاركين فيها لديهم إقامة وهم مجمعين في هذه المنطقة تحت مسميات عادية منها يحاول حزب الله استنهاد أو تشكيل ما يعتبرهم معارضات لتلك الدول في هذه المنطقة من هنا رأينا منذ فترة أعلان عن معارضة سعودية إن شاء الله حزب الله هي مؤلفة من بعض المعارضين السعودين المجرمية المطلوبية للعدالة كذلك بموضوع البحرين وغيرها من الدول فهذه العملية مقصودة ومنهجة ومولة من إيران يقودها حزب الله بالمباشر وتشكل أحد الأجنحة كما هناك أجنحة عسكرية وفرق إرهابية لهدفها القتل المباشر هناك أيضا فرق أعلامية تبصر فتنة وهي في الواقع تمهد لعملية القتل تمهد للفتن وتمهد لتحريض الشعوب على بعضها طيب أستاذ عبدالله أسماعيل أنت أعلامي وكاتب صحفي وكذلك تقدم الكثير من البرامج ما المحتوى الإعلامي الذي تقدمه هاتن القناتان يعني ممكن أن نختصر هذا المحتوى بخطاب كراهية وتحريض طائفي ودعوة للموت والقتل هذا كل يعني هذا هو اختصار ما تقدمه هذه القنوات وهذه القنوات منذ بدايتها وهي تشتغل على هذا المحتوى وعلى هذا المضمون توجه هذه الدعوات ودعوات التحريض وخطاب الكراهية بعيدا عن ما يمكن أن نطلق عليه المعارضة السياسية لأنه ليس في هذه القنوات أي ملمح من ملامح المعارضة السياسية ولو كانت هناك فقط معارضة سياسية لكانت الحكومة اليمنية غضت الطرف عن هذا الأمر لكن الموضوع اليوم يتعلق بأننا نتلقى أو يتلقى الشعب اليمني ويتلقى اليمنيون بشكل عام هذا الخطاب التحريضي القاتل المميت الذي يريد أن يفسد في المجتمع الذي يريد أن يضرب في عمق الهوية اليمنية أيضا يحرض طائفيا يحرض على القاتل يحرض على الموت وهذا الأمر أعتقد أنه واضح جدا من هذا الخطاب يعني هو لا يحتاج حتى إلى تحليل محتوى كل ما يصدر من هاتين القناتين ومن غيرهما مما يدور حول إيران وفي حلقة إيران هو يدعو لهذا الصدام الشعبوي الذي يريدون له أن تراك فيه الدماء وأن يفرق فيه الناس وأن تفرق حتى فيه الأسر وأن يصاب المجتمع بمقتل في تعايشه في انتظامه في حريته وبالتالي هذا هو الخطاب الموجود وأعتقد أن الرسائل التي ترسل من الحكومة اليمنية واضحة في هذا الاتجاه وقد وضحت لماذا هذه الدعوة ولماذا يستنهض اليمنيون العلاقات الثنائية مع الشقيقة في لبنان وأن يذكرها أيضا بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب في مكافحة العنصرية في الانتزام بالثوابت جامعة الدول العربية وأيضا حتى بالمواثيق الدولية طيب أستاذ توني ما مدى استجابة السلطات اللبنانية لا أدري أسأل عن من عن رئاسة الجمهورية شاغرة عن الحكومة لم تشكل عن البرلمان ليس من صلاحياتي أن يناقش أمور تنفيذية يعني ما الذي يمكن فعله لطلب من دولة تقول للبنانيين للسلطات اللبنانية بأنه يا جماعة هناك بؤرة هناك قنوات تبث الكراهية من أرضكم ماذا أنتم فاعلون يعني بكل أسف هذه الرسالة اليمنية ليست سوى موقف سياسي يسمعه اللبنانيون يعني بكل أسف غير قابل للتنفيذ يعني بأي شك من الأشكال هي الأمور في أيامها الطبيعية عندما كان هناك رئيس الدولة وحكومة مكتملة المواصفات وبرلمان يعني يجتمع كانت الأمور خارجة مناطق حزب الله وقاراتي خارجة عن السلطة ولا أحد يستطيع أن يمنعه عن قيام بما يريد فحزب الله يعني عادة ليس فقط يرسل يعني يبصوا العلام والأرهاب من خلال من الضاحة الجنوبية إنما يبصوا أيضا ويرسلوا الموليشيات والأرهابيين والصواريخ وأدوات الموت بجميع أنوايا حتى بما فيها المخدرات دون أن يكون هناك مراقبة أو كرارات من كمال الدولة اللبنانية تجاهه فكيف اليوم في هذه الحالة من الانهيار المؤسساتي والفراغ الرئاسي والحكومي فأعتقد أن هذه الرسالة لا تشكل في موقف سياسي اعتدنا عليه هناك اعتراضات ليست مرة الأولى تصل هكذا مواقف تجاه لبنان قبلها من السعودية ومن البحرين ومن الكويت وكل دول خليج تقريبا كان لهم رسائل ومواقف بهذا الاتجاه حزب الله للأسف يأخذ لبنان كرهينة بكل الاتجاهات يسيطر على الدولة ويجعلها منصة له يعني لبنان اللي هو منصة للإرهاب الإيراني يأتي يعني عملية هي تسويقه بلسان عربي ليس أكثر والأقل هي نقل الإرهاب والفتنة من لسانها الفارسي وتحويلها إلى لسان عربي لكي تقطحم المجتمعات وتسمم المجتمعات أكثر فأكثر فكما المقدرات هي أيضا أداة لضرب المجتمعات العربية ولدبس الفتنة بين المواطنين وانحلال الإخلاق العربي كذلك هناك محاولات عبر الإعلام للدخول إلى المنازل العربية وحرفها عن مصار الطبيعي وحرفها عن وطنيتها وأخذها باتجاه الإجرام والقتل والتفرقة فهذا المحتوى هو محتوى إرهابي بامتياز هذا المحتوى يفترض أن ينقل قضية هذا الموضوع إلى جامعة الدول العربية تصبح قضية عربية لأن ما يحصل من ناحية الأعلام ليس أقل خطورة من ما يجري بموضوع المقدرات وأرسال الإرهابيين وتشكيل مجموعات القتل التي تدخل من لبنان إلى تلك الدول العربية أستاذ عبد الله تعرف أنت بأن في بعض الأحيان هناك فئة من اليمنيين يعني شباب صغار أطفال يافعين أو حتى كبار السن من الممكن أن يصلهم هذا البث ومن الممكن أن يؤثر عليهم أو يغير من سلوكياتهم ما الذي فعلته الحكومة الشرعية وزارة الإعلام في هذا الشأن من أجل إيصال الصوت الشرعي للداخل اليمني يعني تعرف أنت الحوثي وإيران تصرف كثيرا على هذه المسألة مسألة الإعلام في المقابل ما الذي قامت به الحكومة الشرعية يعني أولا في البداية أنا أرى أن هذه الرسالة التي وجهتها الحكومة الشرعية إلى الحكومة اللبنانية أنا أعتقد وأنا أتفق مع ضيفك الكريم أن المسألة لا تتعدى كونها جانبا سياسيا ولكن يجب اليوم أن تتحرك الحكومة الشرعية في أطر أخرى ومختلفة للضغط على الحكومة وعلى لبنان في هذا الاتجاه هذه مخالفة صريحة لوصف جماعة الحوثي بأنها جماعة إرهابية مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة في وصف هذه الجماعة بأنها جماعة متمردة يعني سطت على الدولة وبالتالي أنا أتصور أن هناك مستويات يجب أن تتحرك فيها الحكومة وما زالت حتى اليوم للأسف مع أن هذه الرسالة هي الرسالة الثانية هي الرسالة الثانية وهناك صمت حتى من الحكومة اللبنانية ويبدو أن المسألة إما أنها تتعلق بأن الحكومة اللبنانية لا تريد أن تغير أو أنها لا تستطيع وفي كل الحالتين هي مشكلة كبيرة وبالتالي أنا أرى أن الحكومة في هذه المسألة يجب أن تكون لديها تحركات على الصعود أخرى وعلى مستويات أخرى ومختلفة أما فيما يخص أيضا الإعلام الرسمي اليمني الموجهة إلى الداخل فأنا للأسف أيضا أقول بكثير من الأسف أنه قاصر كثيرا عما تبذله إيران وأذرعها وهذا المشروع المدمر في مسألة الدعم الإعلام وإيصال الرسالة التخريبية وخطاب الكراهية والتحريض الطائفي بل والإرهابي إلى الداخل اليمني واليمنيون اليوم في الداخل يتعرضون لأكثر من 22 قناة إذاعية أو محطة إذاعية يتعرضون لأكثر من 15 قناة فضائية سواء كانت من الداخل رسمية سطت عليها الجماعة الحوث الإرهابية أو هذه القنوات التي تبث من الخارج كل المواقع الإلكترونية التي في اليمن تم حجبها المواقع الإلكترونية المخارفة لجماعة الحوثي تم حجبها كل القنوات الأهلية والحزبية والخاصة تم السيطرة عليها واقتحامها وتحويلها إلى جماعة الحوثي نحن أمام مجزرة إعلامية بكل ما تعني الكلمة من معنى قامت بها جماعة الحوثي لمحاولة يعني ترافق العسكرة أستاذ عبد الله إذا سمحت لي وأنهي بهذه القضية ترافق العسكرة ودعم هذه الأدرع بالسلاح بأدرع إعلامية وهذا ما يجري الآن ضمن منظومة اسمها اتحاد الإذاعات الإسلامية هكذا يسمونه على ما أعتقد سواء في لبنان أو في حتى العراق أو حتى سوريا بالتأكيد بالتأكيد يعني الملاحظة العادي يفهم جيدا مدى الصرف الذي تصرفه إيران على هذه الأبواق الإعلامية يعني أنا لا أعرف الرقم كثيرا لكن عندما ترى إلى هذه القنوات وكيف تقدم البرامج وماذا تصرف على هذه البرامج نحن إعلاميون ونعرف ما هو الإنتاج وضخامة الإنتاج وضخامة الإرسال والمثل وبالتالي هذا جهد كبير موجه لهذه الأفعال يصرف على هذا الموضوع الكثير سيد توني بحسب مراقبتكم ومعرفتكم بما يجري في الداخل اللبناني؟ تماما نحن نتحدث ليس فقط عن وسيلة إعلامية واحدة نتحدث عن عشرات كنوات الفضائية والمواقع وكادر إعلامي كبير جدا إضافة إلى عملية إسكان الضيوف والعمال في منطقة جغرافية واحدة هناك تأمين للمنازل والسكن والمصروف اليومي وغيرها فهناك فعلا نتحدث نحن عن جناح عسكري أو جناح إعلامي جميعهم في خدمة واحدة تحت مايسر واحد يديرهم بهدف ضرب المجتمعات العربية هناك أعمل خطير جدا ومن هذا المنطقة أقول إذا لا يجب التوقف عند رسالة تقدم إلى جسم ميت اسمه الحكومة اللبنانية يجب التصرف مع الأقمار الصناعية واتخاذ قرار بهذا شكرا كما تخذ قرار صابقا مع قناة البنار التي تم توقيف بسها عبر الأقمار الصناعية العربية شكرا جزيلا لكم وتم خمق إرسال الفتن عبر الأقمار اللبنانية الأستاذ توني بولوس وكذلك الأستاذ عبدالله أسمعي شكرا جزيلا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة